إيران الآن أدركت أنه الولايات المتحدة رغم ضعف إدارة بايدن في هذا الموضوع لكن أحرجت وصار عليها ضغط داخلي وخارجي طيب يعني أصوات حتى من داخل الحزب الديمقراطي يعني فقدامك مثل ما قلنا ويعرف الكل أنه انتخابات شهر 11 يعني ندخل بالانتخابات الرئاسية أدركت جيدا هذا الموضوع فلذا قالت يا جماعة اهدأوا ديروا بالكم ترى تنضربون أنتو وننضرب هذا يعني حسب المعلومات ولا هي ما متأكدة منها أنا أنه الضربة كانت تكون متزامنة في إيران والعراق وسوريا متزامنة متزامنة والجماعة كل شيء كانوا يعرفون أنه هاي الضربات متزامنة لذا حتى بقية القيادات اللي كانت صيحة خروج القوات الأمريكية وما عارف شنو يعني ما احترامل جميع الشيخ القزعلي والسيد هذي العامري وين هم وين بياناتهم وين تصريحاتهم هاليومين لا قالوا يا عاشت إيدكم كتائب حزب الله ليش هما كانوا فصائل لهم يقول احنا ما علينا بدخل الفصائل والقواعد اللي يحتي عنها مثلا سيد صباح أو هاي الوجود الأمريكي العسكري الحكومة حكومة السيد السوداني المشكلة من الإطار ومدعومة من الفصائل يقول يا بقاعد عين أسد عراقية والموجودين بيه غير مقاتلين مستشارين والعدد ممعرف مستة الاف ثلاثمية كل هذه المعلومات هم يعني من ضمن الحكومة المشكلة من الإطار هي اللي اتداولها فإذا مثلا الجماعة ما يصدقون بحكومتهم معلوماتهم يعني هم التوصيف يعني حكومة السيد السوداني حكومة إطار التنسيقي لولا هي حكومة إطار التنسيقي شكلت من قبل إطار التنسيقي وهذه الفصائل لديها غطاء سياسي من ضمن الإطار التنسيقي هذه معلومات قابل نضحك على العالم